كانوا يتحدثون عن حفل زفافي لذلك كان والدي يقول عندما تتزوج ألم وتدخل الكنيسة الجميلة وأمشي بها في الممر ثم التفتت أمي وقالت هذا لن يحدث لأن ابنتك مسلمة حسناً لقد ولدت وترعرعت في عائلة مكسيكية وأثناء وجودنا في المدرسة كان علينا حضور القداس أثناء القداس رسم الجميع إشارة الصليب لكن الشخص الذي كان يجلس بجواري لم يفعل ذلك لماذا لم تفعل هذا؟ وهنا بدأت المحادثة وبدأت توضح لي أنها مسلمة ذات ليلة كنت نائمة وأتذكر أنني شعرت بهذا القلق كانت هناك صناديق وكانت تلك الصناديق في الطابق السفلي لذلك شعرت بهذه الرغبة لا بد لي من الذهاب واستخراجه سحبت هذا القرآن وأحضرته إلى الطابق العلوي ربما حان الوقت بالنسبة لي أن أبدأ دون حتى أن أدري كذلك بشكل واعي وقعت في حب هذا الدين لقد اتفقت مع صديقة لي للذهاب إلى المسجد تطلبين مني أن أغطي نفسي ليغض الرجال أبصارهم؟ دعهم يتعلمون غض البصر السلام عليكم الأخت ألما كامبوس شكرا جزيلا لقبول دعوتنا نحن سعداء جدا بوجودك معنا أريد أن أبدأ بسؤال من هي ألما كامبوس هل يمكنك أن تخبرين باختصار عن حياتك؟ عليكم السلام اسمي ألما كامبوس أنا مكسيكية أمريكية اعتنقت الإسلام لقد ولدت وترعرعت هنا في شيكاغو لذلك عشت هنا تقريبا طوال حياتي أنا ابنة عائلة مهاجرة إذن أنا المولودة الأولى الفتاة الوحيدة في منزلي دخلت في الإسلام لا أستطيع حتى أن أخبرك بالضبط لكن ذلك كان منذ 25 عاما لقد مضى وقت طويل منذ أن أسلمت لذا فأنا حاليا مديرة القبول في مدرسة إسلامية وأنا أيضا أحد مؤسسي مؤسسة أوجالا المسلمون اللاتينيون في شيكاغو هذه المنظمة كانت شغفي حقا فكيف كانت حياتك من ناحية الإيمان؟ بماذا كنت تؤمنين؟ حسنا لقد ولدت وترعرعت في عائلة مكسيكية وفي العادة تكون العائلات المكسيكية كاثوليكية لذا فالعقيدة الكاثوليكية مرتبطة حقا بالثقافة المكسيكية ومن ناحية الثقافية هذا ما كنت عليه ولكن من الناحية الدينية لم ألتزم بالكاثوليكية في منزلي وأنا أتذكر عند العودة إلى طفولتي فأنت جلبت هذه الذكرى إلى ذهني عندما كنت صغيرة ربما كان عمري أربعة أو خمسة سنوات لا أتذكر حتى كم كان عمري لكن أمي كانت تقول دائما الله يراقبك الله يراقبك وكانت لدينا هذه الصورة في المنزل فقد كانت صورة ثلاثية الأبعاد للمسيح في المنزل وكنت خائفة حقا من هذه الصورة المجسمة لأنني سأتحرك وهذه الصورة ستتبعني دائما لذلك كنت خائفة جدا من هذه الصورة لكن نعم لقد نشأنا كاثوليك ولذا أتذكر أنني نشأت مع فكرة وجود الله ولم أفهم مطلقا مفهوم المسيح بشكل كامل ولكن فقط أشعر أنني يجب أن أؤمن به فهو جزء من هذا ولكن لم يكن الأمر منطقيا بالنسبة لي أبدا لذلك عندما كبرت في بعض الأحيان كنت أذهب إلى الكنيسة ويجب أن أكون صادقة أنا لم أدرس الديانة الكاثوليكية كثيرا لم أتعمق فيها لم أدرسها حتى أسلمت عندما أسلمت؟ لا ليس عندما أسلمت بل أعتقد أن ذلك كان عندما بدأت دراسة الإسلام وبدأت أشكك في كثير من الأشياء وبدأت أركز كثيرا على ماذا تعلمنا الكاثوليكية لماذا أشعر بأنني أرفض تلك العقيدة؟ لذلك بدأت بدراسة ذلك أكثر عندما بدأت دراسة الإسلام إذن كيف سمعت لأول مرة عن الإسلام؟ هل كان لديك أي تحيزات؟ كنت بالغة واعية في فترة المراهقة في المدرسة الثانوية أعتقد أنني كنت في السنة الأولى في المدرسة الثانوية لذلك وضعني والدي في مدرسة الثانوية كاثوليكية للبنات ومدرسة مجتمعي لم تكن مدرسة جيدة فقالوا حسنا أنت ستذهبين إلى تلك المدرسة الثانوية الكاثوليكية للبنات وأثناء وجودنا في المدرسة كان علينا حضور القداس ومن الأشياء التي تفعلها أثناء القداس هي رسم إشارة الصليب أثناء القداس كانت التي تجلس بجانبي لا ترسم إشارة الصليب وكنت أفكر وأقول لماذا لم تفعل ذلك؟ لذلك لا أعرف ما الذي أدى إلى ذلك التفكير لكنني أدركت أن القيام بإشارة الصليب سيجلب دائما شيئا سيئا ببساطة سيحدث شيء سيء ولا أتذكر حقا لكنني ظللت أشعر أن هذا لن يجعلني أشعر بشعور جيد ربما حدث شيء صغير لا صلة له بالموضوع ولكن بالنسبة لي كان مؤثرا بما فيه الكفاية لأقول هذا ليس صحيحا لا ينبغي لي أن أفعل ذلك بنفسي بالنسبة لي كان الأمر لا لا تفعلي ذلك من فضلك ولم أفهم السبب ولكن عندما كنا في القداس لم تفعل هي ذلك وأتذكر شعوري حينها فكنت أقول يا إلهي ما هذا؟ هذا غريب جدا لماذا لا ترسم إشارة الصليب؟ ما الذي تؤمن به هذه المرأة؟ وهنا بدأت المحادثة وبدأت توضح لي أنها مسلمة وذلك كان منذ أكثر من عشرين عاما ولم تكن ترتدي الحجاب لم تكن ملتزمة كثيرا لم يكن هناك شيء من شأنه أن يظهر لي أنها كانت مختلفة عن أي واحدة مننا لكن تلك المحادثة فتحت عيني على ديانات أخرى وانتهى بها الأمر لتصبح واحدة من أفضل أصدقائي في مرحلة المدرسة الثانوية وسيكون بيننا محادثات عميقة جدا حول الدين وبدأت في توضيح الأشياء التي كانت تؤمن بها وقالت إنها سوف تبدأ في التحدث معي عن توحيد الله وما كانت المسيح في هذا الدين وكانت تتحدث عن الحياة الآخرة والذي كان شيئا يثير فضولي كثيرا من البداية كنا نتحدث عن خلق العالم وكنا نتحدث عن قصص نبوية مختلفة وكانت تلك قصة كبيرة قصص نبوية مختلفة لأن الطريقة التي قدمت بها أي قصة نبوية كانت نظيفة جدا وطاهرة جدا وكانت مجرد قصة جميلة عندما تسمعها ستقول أنا حقا سأتخذ هذا الشخص قدوة وبدأت أدرك بالفطرة أن الأشياء التي كنت أؤمن بها منذ أن كنت طفلة هي نفس الأشياء التي أخبرتني هي بها كان الأمر كذلك وليس مثل القصص التي سمعتها في الكتاب المقدس ومرة أخرى أقول إنني لم أدرس الكتاب المقدس حقا عندما تكون مراهقا تشعر بأنك تريد البحث أي شيء فيه تناقض أي شيء سيكون فيه تناقض أو أي شيء يمكنني أن أشكك فيه وهذا كله من شأنه أن يبقى في عقلك ولا ينسى وأتذكر أنني سمعت بعض القصص وطريقة عرضها عن بعض هؤلاء الأنبياء فكنت أندهش فكنت أفكر وأقول إن تلك الأشياء جميلة وعميقة جدا من الجميل أن يكون هذا في النبي فهل هذا صحيح أليس هذا صحيحا لماذا اختارهم الله إذا كان هذا صحيحا وإذا كانوا هنا لإرشادنا فلماذا أرسلهم الله هنا ما هي الرسالة التي كانوا يحاولون إصالها كان لدي الكثير من الأسئلة ولكن السؤال الأكبر بالنسبة لي كان عن الله عن مفهوم الله كل هذه الأشياء الصغيرة كانت مهمة ولكن ليس بنفس أهمية الله كيف كان شعورك عندما قيل لك مفهوم الله في الإسلام عندما قيل لي مفهوم الله في الإسلام بالنسبة لي كان من القوي جدا معرفة أن كل ما كنت أؤمن به بالفطرة كان حقيقيا عندما كنت طفلة كنت أفكر في أن هذا ما أؤمن به ولكن هذا ما نحن عليه ولكن هذا لا يتماشى مع ذلك لكن يجب أن أظل كاثوليكية لكن هذا لا يناسبني لذلك جعلني هذا أدرك أن هناك المزيد من الأشياء التي يجب أن أدرسها وأتعلمها لأن هذا لم يكن الخيار الوحيد الذي كان لدينا أو الخيار الوحيد الموجود كنت أحاول فقط أن أكون جزءا من المجموعة المحيطة بسبب العائلة التي ولدت فيها وخلفية الثقافية وأشياء من هذا القبيل إذن كيف بدأت رحلتك نحو الإسلام؟ لم أعتقد أبدا أن هذه كانت رحلتي كنت أحيا الحياة وحاس فأنا مجرد طفلة وتلك المحادثات ببطء وثبات قادتني إلى تعلم المزيد أردت أن أعرف واكتشف المزيد وكانت رحلة طويلة بالنسبة لي لم أكن شخصا ما شاء الله يسمع فينطق الشهادة هذا مذهل بالنسبة لي كان هناك الكثير من التساؤلات والتحقيق والتأكد لنفسي أريد أن أعرف الصواب من الخطأ كيف جمع الكتاب المقدس؟ ماذا حدث هنا؟ أين هو قطع الاتصال؟ الآن أصبح الكتاب المقدس منطقيا لأن القرآن منطقي وجمع لي القطع المفقودة ولكن في النهاية كنت دائما أعود للإسلام وما أتعلمه كنت طفلة صغيرة حيث كنت في المدرسة الثانوية والحياة تأخذك في اتجاهات مختلفة كنت أجد نفسي تفكر وتقول حسنا مرة أخرى أنا مكسيكية لقد ولدت في عائلتي الجميلة هذا نحن هذه هي شخصيته لذا فهذا جميل أنا أحترم ذلك وأؤمن بذلك ولكن هذا يصلح لكم يا رفاق كان ذهني نوعا ما يستبعد خيار أن يكون ذلك شيئا مناسبا لي أنا لا أعرف السبب لكن عقلي استبعد خيار أن يصلح هذا لي وقد حدث ذلك لسنوات عديدة لذلك عندما دخلت الكلية في الكلية أنت لازلت شابا فوجدت نفسي عيد النظر دائما في فكرة الإسلام هذه وجدت نفسي أدافع عن الإسلام أدافع عن المسلمين وعندما يقول الناس أشياء سلبية عن الإسلام أقول لهم انتظروا لحظة هل قابلتم أي مسلم؟ هل قرأتم القرآن؟ هل تعرفون شيئا عن هذا؟ ولكن مرة أخرى لم أكن أعرف أبدا أن هذا سيكون ديني إذن ما هو الشيء الرئيسي الذي أقنعك بأن الإسلام هو الحق؟ وقررت أن تنطقي الشهادة ماذا حدث حتى قررتي؟ لا أستطيع أن أقول أنه كانت هناك لحظة حاسمة واحدة قلت فيها هذا هو الحق أعتقد أنها كانت رحلة بالنسبة لي لذلك بالنسبة لي كنت أكتشف نفسي كنت أنمو كنت في تلك المرحلة من الحياة كنت مراهقة أو في أوائل العشرينيات من عمري خلال تلك الفترة في تلك الفترة تنمو وتحاول أن تجد نفسك وتكتشف حياتك وفي نفس الوقت كنت أكتشف هذا الدين الجميل ودون حتى أن أدرك ذلك بوعي وقعت في حب هذا الدين وهذا شيء لم أكن أعرفه وجدت نفسي أدرس الإسلام وأدركت أن هذا الدين تغلغل في قلبي لم يحدث شيء واحد فقط لأقول أن هذا هو الحق في ذلك الوقت أدركت أني كنت معجبة بهذا الإسلام هذه هي رحلتي هذا ما حدث لي فماذا حدث ليجعلك تقررين أن تسلمي؟ أسلمت بعد سنوات عديدة من دراستي بنفسي فقد كنت أدرسه سرا ولا أحد كان يعرف كان لدي الكثير من الصديقات المسلمات التي لم يكن ملتزمات والشيء الذي احترمته حقا بشأنهن هو أنه على الرغم من أنهن لسنا ملتزمات إلا أنهن كن واضحات للغاية بخصوص قول الحلال والحرام في دينهم لم يبررن أي أخطاء كن يرتكبنها كنت أحترم ذلك حقا احترمت حزمهن فيما يؤمن به حتى لو كان ضد أنفسهن بالنسبة لي لقد تأثرت بذلك فكنت أدرس الإسلام بنفسي كنت أقرأ القرآن وأقرأ أي شيء تصل إليه يداي كنت أدرس في السر وكانت تلك رحلة شخصية بالنسبة لي لم أكن أعتقد أن هذا سيقودني إلى أن أسلم لقد كانت رحلة لشيء كنت مهتمة به حينها ما حدث هو أنني في إحدى الليالي كنت نائمة وأتذكر أنني شعرت بقلق بخصوص المكان الذي وضعت فيه مصحفي وكان ذلك غريبا لأنني لا أشعر بهذا القلق لكني كنت أتساءل أين وضعت هذا القرآن كان مصحفي بالإنجليزية والعربية بالنسبة لي كان كتابا مقدسا أدركت أن هذا كتاب مقدس وأتذكر أنه وضع في صندوق وكانت تلك الصناديق في الطابق السفلي لذلك شعرت برغبة تحثني على الذهاب واستخراج المصحف لا يمكن أن يكون هناك من باب الاحترام مهما كان الأمر لا أعرف في منتصف الليل ذهبت إلى الطابق السفلي بدأت في البحث في هذه الصناديق سحبت هذا القرآن وأحضرته إلى الطابق العلوي ثم قلت ربما حان الوقت بالنسبة لي للبدء في العثور على المزيد من المعلومات العثور على فصل دراسي أو شيء من هذا فقط لإعادة النظر في فكرة الإسلام هذه وقومت بالتنسيق مع صديق لي للذهاب إلى المسجد كان صباح يوم السبت أو الأحد قلنا إننا سنذهب إلى المسجد لذلك في ذلك الصباح سبحان الله إذا كان هناك شيء تغير في حياتي فإنه ذلك اليوم دخلنا المسجد في ذلك الصباح وكان هناك رجل أنا لا أعرف من هو لكنني دائما أدعو كثيرا لهذا الشخص لأنني أعتقد أنه قد مات سألناه حينها وقلت أنا أبحث عن بعض دروس أي شيء هل لديك شيء لأتعلمه عن الإسلام؟ وبدأنا المحادثة فبدأ يسألني ماذا أعرف عن الإسلام لذلك بدأت أقول له فقد كنت أدرسه لفترة من الوقت لم تكن الطريقة المثلى لكني كنت أحاول الصيام وكنت قد توقفت بالفعل في ذلك الوقت عن أكل لحم الخنزير لقد أوقفت أي شيء يحتوي على الكحول وهكذا كنت أقوم بتنفيذ كل هذه الأشياء الصغيرة بينما كنت أتعلم لأن كل هذا كان منطقيا بالنسبة لي بدأ الأمر وكأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله وسأفعله ثم بدأ يسألني عن الإيمان بدأ يسألني هل تؤمنين بالإله الواحد؟ هل تؤمنين بأن عيسى نبي الله؟ هل تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وظللت أجيب بي نعم على كل شيء فسألني لما لم تنطقي الشهادة بعد؟ ومرة أخرى هذه هي المرة الأولى التي قبلت فيها هذا السؤال من شخص ما ولم أعرف السبب وبعد ذلك أخبرني بشيء ما بقي معي حتى يومنا هذا إنه شيء أقوله للناس لا نعرف ما قد يحمله لنا الغد لا نعرف ما يمكن أن يحدث لنا بمجرد أن نغادر هذه الغرفة وهذا ليس قولك أنا أتفق مع ما يقوله الإسلام أو أعتقد أن هذا جزء من العقيدة الإسلامية إذا كان هذا ما تؤمن به ثم لم تنطق الشهادة فهذا إنكار لخالقك أليس كذلك؟ لذلك فهمت على الفور أنا أؤمن بهذا وكأنه في قلبي أعلم أنني أؤمن بهذا ورفض الشهادة يشبه قول أنا أرفض خالقي أنا أنكر الله وكان ذلك قويا جدا بالنسبة لي شعرت أنني لا أستطيع فعل ذلك أعتقد أنني في تلك اللحظة فهمت ذلك تماما هذا ما كنت سأفعله وهذه الرحلة لم تشمل أي شخص آخر ولم يكن الأمر يتعلق بأي شخص آخر لقد كنت أنا والله خالقي وهذا العقد الذي كنت على وشك توقيعه معه هذه الاتفاقية وهذه الشهادة التي كنت أنطقها كانت من أجله لقد كنت أقول له أنا أؤمن بك أنا أؤمن بك فأنت قائدي في هذه الرحلة هو قادني إلى هذه اللحظة وليس لدي خيار فذهبت ونطقت الشهادة وكانت لحظة جميلة لم أقدرها حقا إلا بعد ذلك بكثير وهنا بدأت رحلتي كمسلمة فكيف كان شعورك عندما نطقت شهادتك؟ هل يمكنك أن تأخذين إلى تلك اللحظات؟ يا إلهي أعتقد أنني لم أشعر بكل المشاعر في تلك اللحظة الواحدة لكن نطق الشهادة بالنسبة لي في ذلك الوقت كان أمرا بالغ الأهمية كنت صغيرة لا أزال طالبة جامعية كان لدي الكثير من الأفكار المختلفة حول ماذا علي أن أفعل في حياتي؟ ماذا يجب أن أدرس؟ ماذا أريد كمهنة؟ ماذا أريد أن أفعل؟ متى أريد أن أتزوج؟ لم يكن لدي أي نية للزواج في أي وقت قريب إن جاب الأطفال ليس في أي وقت قريب بالتأكيد لن أصبح مسلمة فجأة لكني كنت عند نقطة التقاطع تلك حيث كان لابد من اتخاذ قراراتي الحياتية كان علي أن أقرر مستقبلي وأهدافي المستقبلية وكنت في حيرة من أمري لم أكن أعرف ماذا أفعل وكيف سينتهي بي الحال كانت كثير من الأفكار تدور في ذهني وفي اللحظة التي نطقت فيها الشهادة كانت سبحان الله لا يقدر على ذلك إلا الله كل أجزاء حياتي اجتمعت في تلك اللحظة وكل شيء أصبح في موضعه كيف كان رد فعل عائلتك والأشخاص من حولك بعد نطق الشهادة لم أكن أقول للجميع إنني مسلمة لم أمانع إذا اكتشف الناس ذلك إن عرفوا فإن ذلك جيد بالنسبة لي ولكن خاصة في تلك المراحل المبكرة من إسلامي لم أكن أقول للناس إنني مسلمة لذلك لم أشارك ذلك مع عائلتي على الإطلاق أحد أسباب عدم قيامي بذلك وأعتقد أن هذا مهم بالنسبة للبعض منه وأنه علينا أن نجد القوة داخل أنفسنا خاصة إذا كنت بمفردك عليك أن تعرف من أنت في هذا الدين وأن تقوي نفسك ومعرفتك قبل الدخول في هذه المحادثات وشخصيا لم أرغب في الدخول في أي نقاشات لم أكن أريد من الناس أن يخبروني بآرائهم ويخبرونني أن هذا كان خطأ أو لماذا فعلت هذا أو كل هذه الأسئلة التي يسألونها بدافع الحب ربما كانوا يسألونني هذا لأنهم يحبونني إنهم يهتمون بي لقد كانوا قلقين كان هذا جديدا جدا بالنسبة لهم لكنني كنت أعرف ما كنت أفعله وكما قلت من قبل كان هذا بيني وبين الله كثيرا ولم أكن أريد أي شخص آخر ليقف في طريق ذلك شعرت بأنني في نهاية المطاف سأقف أمام خالقي مع ما فعلته في حياتي وسيحاسبني الله على ذلك ولن يكون لأي شخص آخر أي دور في ذلك لذلك لم أخبر أحدا وأيضا ربما كنت خائف بعض الشيء خفت أن أخبر الناس لكن عائلتي اكتشفت ذلك ولا أعتقد أنهم يتذكرون هذا لكني أتذكر خرجنا جميعا لتناول العشاء وأنا الفتاة الوحيدة في منزلي لذلك أنا الفتاة الكبرى الوحيدة بالنسبة لأبي أنا فتاته الصغيرة كانوا يتحدثون عن حفل زفافي لذلك كان والدي يقول عندما تتزوج ألمى وتدخل الكنيسة الجميلة وأمشي بها في الممر كانت هناك الكثير من هذه الخطط التي كان يخطط لها والدي في حفل زفافي لذلك كنت هادئة جدا وكنت أستمتع بوجبتي بكل هدوء لأدعهم يكملون تلك المحادثة ثم التفتت أمي وقالت هذا لن يحدث فظهر رد فعل والدي وقال لماذا لن يحدث ذلك فقالت لن ابنتك مسلمة بدأت في تناول الطعام بشكل أسرع قليلا رأتني أصلي أعتقد أنها رأتني أصلي في غرفتي فاستنتجت أنني نطقت شهادتي بالفعل وأصبحت مسلمة لكنني أعتقد أنهم لفترة طويلة ظنوا أنها كانت مجرد مرحلة ومرة أخرى أقول ربما هذا بسبب عمري وسبب شخصيتي في ذلك الوقت عندما كنت أتحمس لشيء ما وكان الإسلام أحد تلك الأشياء أصبحوا شديدة الحرص لذلك دافعت عن ديني كنت خائفة من أن أفقد ديني كنت خائفة من فقدان ما وجدته للتو لذلك كانوا يحترمون للغاية كل اختيار أختاره لم يفهموا ذلك لكنهم عائلتي في أوقات كثيرة نسأل الشخص الذي يدخل الإسلام كيف كان رد فعل عائلتك كيف عاملوك كيف سارت الأمور في المنزل وسبحان الله الآن بعد أن أصبحت مسلمة لفترة طويلة نظرت إلى الوراء وأعتقد أنه من المهم جدا أن نسأل كيف حالك مع عائلتك كيف تدخل الإسلام إلى حياتهم كيف تمثل الإسلام لهم هم يحبونك وهم خائفون عليك ربما يعتقدون أنك تتخذ مسارا مختلفا تماما وهذا شيء نتفكر فيه الآن لأني لم أكن خير مثال في ذلك الوقت لكني أتحسن إذن كيف كان رد فعل والدك كان ردهم فيه الخير ظنوا أنها قد تكون مرحلة كانوا يحاولون أن يروا كيف يمكن أن يغيرني الإسلام ما الذي سيتغير فيه بعد أن أصبح مسلمة أعتقد أن معظم التغييرات التي رأوها كانت إيجابية لذلك لم يضايقهم ذلك ولكن بعد ذلك قررت أنني سأبيع شركتي وانتقل إلى الشرق الأوسط حتى أتمكن من الدراسة لا أعرف كيف فعلت ذلك أنا حقا لا أعرف كيف أعرض ذلك على والدي لا أستطيع أن أتخيل أطفال يفعلون ذلك بي كم كنت شجاعة كي أفعل ذلك حينها لكنني قلت إن هذا هو الوقت الذي يمكنني فيه القيام بذلك ماليا يمكنني أن أفعل ذلك كنت شركة مع وسيط رهن عقاري وعلمت أن الربا حرام لذلك أضطررت لترك هذا العمل لذا قلت إنه يمكنهم شراء حصتي وسأخذ المال حتى أتمكن من السفر وأعيش هناك وأجد نفسي لأني أردت أيضا أن أنقطع عن حياتي هنا أردت أن أكون بمفردي وأكتشف نفسي وأعثر على هذا الدين بالشكل الذي يناسبني لذا عندما كنت سأقوم بهذه الرحلة كان ذلك صعبا عليهم وجدوا ذلك شديد الصعوب عليهم لقد كانوا خائفين جدا من رحيلي لم أكن أعرف الشعب الذي سأسافر له ولم أكن أتكلم اللغة لم نكن قد سافرنا قط لم يكن لدينا تطبيق فيستايم كان عليك إرسال الرسالة كانت الرسالة تستغرق أسبوعين كي تصلك وكانت هناك مكالمات هاتفية حيث يمكنك استخدام بطاقة الاتصال الصغيرة الآن بعد أن نظرت إلى الوراء عندما كنت أقرأ عن الإسلام أنا متأكدة من أنني كلما مررت بصفحة تناقش الحجاب أردت فقط أن أقلب تلك الصفحة لم أكن أريد أن أعرف لقد كان شيئا لم أرغب في القيام به لقد كان شيئا غريبا جدا لكل ما عرفته بنفسي لم يكن أحد في عائلتي يرتدي الحجاب على الإطلاق كان الحجاب بعيدا جدا جدا من أي شيء أردت القيام به في ذلك الوقت وقد حدث هذا لفترة من الوقت حاولت أن أرتدي ملابس أكثر احتشاما فيها أكمام طويلة وما شابه ذلك لقد كان ذلك سهلا نسبيا يجب أن أعترف بأنني بعد نطق الشهادة ذهبت إلى خزانة ملابسي وتخلصت من الكثير من ملابسي والسبب في فعل ذلك هو لأنني أدركت الضعف بداخلي لذلك عرفت أن هذا شيء كان علي القيام به هذه أشياء لا ينبغي أن تكون متاحة لي بعد الآن لذلك كنت أحاول تغيير خزانة ملابسي لكن وضع شيء ما على رأسي كان صعبا للغاية كانت فكرته صعبة جدا بالنسبة لي واستغرق الأمر بعض الوقت وبعد أن تعلمت المزيد والمزيد عن الإسلام كان علي أن أفكر حقا في سبب هذا الرفض للحجاب كان علي أن أفكر حقا لماذا كنت حتى ضد فكرة تعلمه لا أريد أن أسمع عنه ولا أريد أن أسمع أمثلة عنه لماذا كان ذلك قويا جدا في داخلي توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذا كان شيئا بداخلي لم يكن ديني لم يكن الإسلام هو الذي كان يفعل شيئا ظالما أو خاطئا لأنه في ذلك الوقت لم يفهمه ذهني إلا أنه شيء قمع ظالم إنه ليس لطيفا أنت تطلب مني أن أغطي نفسي بسبب رجل كي يغض بصره دعهم يتعلمون غض بصرهم كنت أفكر في أن الحجاب يطلب مني أن أفعل هذا لشخص آخر هذا ليس عدلا ولماذا يسير الرجال المسلمون بلا أي شيء ظاهر عليهم يظهر أنهم مسلمون لا شيء لن أعرف أنهم مسلمون لكن تريدونني أن أرتدي الحجاب هذا كان تفكيري لذلك بعد مرور بعض الوقت بدأت الدراسة وقرأت في هذا الأمر سرا لأنني لم أرد مساهمة أحد أو أي ضغط كي أرتدي الحجاب ولا أذكر بالضبط ما حدث لكنني أعلم أنه كانت هناك محاضرة استمعت إليها وقد أقنعتني حقا عندما فهمت أنني لا أرتديه لأي شخص بل لأن الله يطلب مني ذلك وإذا كان كل ما قمت بالبحث فيه كان منطقيا وكان لهدف معين فيه الخير لي لماذا لن أفعل هذا يجب أن أفعله فقررت أن اليوم الذي سأسافر فيه إلى الأردن مرة أخرى سأفصل نفسي عن هذا المجتمع وسيكون اليوم الذي سأبدأ فيه في ارتداء الحجاب وهذا ما فعلته ولفترة من الوقت كنت أعاني من متلازمة المحتال وكأنني أرتدي ملابس شخص آخر أنا لست أنا أنظر إلى الطرق المختلفة التي ترتدي بها الثقافات المختلفة الحجاب فشعرت بأنني لست عربية لست هكذا لقد كانت رحلة طويلة جدا بالنسبة لي فبدأت أرتديه فقط لإرضاء الله فهمت أن هناك خيرا في هذا بالنسبة لي وبعد أن بدأت في ارتدائه رأيت كم أثر في حياتي لذلك فهمت الطريقة التي سأشارك بها في المحادثات الطريقة التي يتعامل بها الناس معي الطريقة التي حماني الحجاب بها لا أستطيع أن أقول أي شيء منذ أن أصبحت مسلم هل واجهت أي صعوبة من أي وقت مضى بسبب حجابك؟ بالتأكيد مررت بصعوبات بسبب الحجاب لذا فمن المضحك أن الرجل المسلم لا شيء يميزه في الشارع عن غير المسلمين فيمكنك السير في الحياة ولا يلاحظك أحد بالنسبة لي شخصيا تعرضت لموقفين بسبب حجابي كان الحجاب هو سبب استهدافي لكن الحمد لله لا يوجد مشكلة كبيرة كانت هناك مرة واحدة عندما كنت في المكسيك كنت مسافرة مع عائلتي وكنت مع والداي وأطفالي وزوجي كنا جميعا نقوم بالأشياء السياحية فقط في مكسيكو سيتي وقد جئنا إلى هذا المبنى وكنت أقول لأمي هناك الكثير من التاريخ في المكسيك يتعلق بالإسلام وكأن المسلمين جاءوا إلى هنا لقد كان المسلمون جزءا من الشعب الذي بنى هذا كنا نمر بكل ذلك وكنت أخبرها عن تاريخنا وأنهم أنكروه وما إلى ذلك لذلك وصلنا إلى هذا المبنى إنه مبنى حكومي وكنت أرتدي الحجاب فقال لي الرجل حسنا ما يمكنك الدخول عليك أن تخلع ذلك قلت له لا أستطيع هذا لباس ديني كيف من المفترض أن أخلعه فيقول أنا آسف لا يمكنك الدخول عليك خلعه لا قبعات لا هذا لا ذاك وهكذا كان ردي الفوري مثل هل تؤمن بمريم ثم قال نعم فقلت مرحبا هل تتذكر مريم أنا أرتدي مثل مريم وأنت لن تسمح لي بالدخول وبعد ذلك قال حسنا ادخلي كمرأة دخلت الإسلام هل تعتقدين أن هذا الدين يقلل من قيمة المرأة كمرأة دخلت الإسلام هل هذا الدين يقلل من قيمة المرأة قطعا لا وأنا أفهم أن الناس قد يشعرون بأنه يقلل قيمتها أو قد يكون لديهم هذا التصور ولكن عندما تدرسون حقا هذا الدين وترون الطريقة التي يكرم بها النساء أعتقد أنني بالفعل تأثرت تماما بذلك لقد فهمت الطريقة التي عاملوا بها النساء حتى في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الواضح أن ذلك يبدأ من زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الناحية الثقافية أعتقد أننا نشهد الآن الكثير من هذا أعتقد أننا نرى الإسلام بشكل أفضل الآن مع كل ما يحدث في غزة أنت ترى الطريقة التي يتصرف بها الرجال حقا في المواقف الصعبة الطريقة التي يحمون بها أسرهم نساءهم أطفالهم مجتمعهم ترى الليون فيهم وترى دور المرأة أيضا لذلك قبل الدخول في الإسلام بالتأكيد كان لدي هذا المفهوم الخاطئ أنه دين يضطهد المرأة وبعد دراسته والعيش فيه أستطيع أن أضمن أنه ليس كذلك كثير من الناس يعتقدون أنك عندما تسلمين ستصبحين عربية وستغيرين اسمك وملابسك والتقاليد الخاصة بك فهل من الممكن التماسك بثقافتك والتماسك بالإسلام في الوقت نفسه هل يمكنك أن تكون مسلمة مكسيكية نعم حسنا أعتقد أن أحد أكثر المفاهيم المغلوطة الكبيرة اللي كانت لدى الناس هو أنك عندما تعتنق الإسلام ستصبح عربية أو أنك تصبح نوعا من تركيب ثقافي آخر ليس لك وسأكون صادقة عندما دخلت الإسلام لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما لم أجد أي مسلمين جدد وأي مسلمين لاتينيين في ذلك الوقت وكان الأمر صعبا جدا بالنسبة لي في ذلك الوقت الآن الأمر مختلف تماما أعتقد أن الزمن تغير مع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والمجموعات المختلفة والتعرض المستمر للإسلام نحن نفهم أنه ليس من الضروري أن تكون عربيا ليس عليك أن تكون ديسيا ليس عليك أن تكون روسيا يمكنك أن تكون نفسك من أي مكان أتيت منه وتكون مسلما فهو دين أنزل للإنسانية وهذا يشمله شخصية تلك الرحلة بالنسبة لي في ذلك الوقت كانت صعبة بعض الشيء وأتذكر شعوري بأنني المسلمة الجديدة الوحيدة لا أحد آخر قد أسلم وكنت أبحث في ذلك الوقت للعثور على شخص يفهم رحلتي وأسئلتي ومعاناتي كنت أمر بتجربة كاملة ولم أتمكن من العثور على هذا أشعر أن الكثير من الناس الذين أسلموا ربما مروا بذلك في سنواتهم الأولى ولهذا السبب ترى الكثير من المنظمات والمجموعات التي تدعم المسلمين الجدد مرة أخرى مثل مؤسسة أوجالا وهو الشيء الذي بدأناه لأن أنفسنا كانت في حاجة إليك وأردنا تلبية هذه الحاجة للآخرين الذين دخلوا في الإسلام لكن الآن أعتقد والحمد لله أن الناس يفهمون أخيرا أن الإسلام هو صلاتك بالله الأمر لا يتعلق بأي من هذه الأشياء